بسم الله الرحمن الرحيم بسمة من كل مادة خاصة بالتعليم الفني بواجه عام والتعليم التجاري بواجه خاص وتعودنا طبعا ان احنا نتابع حلقات البرنامج بالتفصيل في كل المواد عندنا مجموعة ممتازة من الزملاء المدارسين ما شاء الله يعني بيغطوا كافة اجزاء المنهج بشكل دقيق وواضح ده شكل طبعا هيساعد الطالب ان هو يعود اي حاجة بتفوته طبعا بالنسبة للتعليق الدراسة ان احنا بندرس اونلاين في الفترة اللي فاتت بالكامل والفترة اللي جاية هنعتمد بشكل اساسي على التعليم اونلاين سواء على قناة مصر للتعليم الفني او القناة على اليوتيوب بنتابع طبعا الحلقات بتاعتنا علشان نعوض اي مادة ونبدأ ان احنا نحصل المادة العلمية بتاعتنا كاملة اتمنى ان الفترة اللي فاتت بتاعت الامتحانات تكون عدت علينا بخير وبسلام هنبدأ الترم التاني النهاردة ان شاء الله في مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية اول درسة هنتكلم عليه في الترم التاني هو ايه هو 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 كشف الحساب يعني ايه كشف حساب يا مستر احنا بنسمع كلمة كشف حساب كتير لكن ممكن نكون مش فاهمين المقصود بها ايه بشكل دقيق كلمة كشف حساب بيتم تداوله في العملية التجارية دايما سواء بين التجار الباقع والمشتري او سواء كمان بين البنوك وبين العملاء بتاعتها فهو مصطلح شائع بنستخدمه دايما مصطلح كشف الحساب هنعرف النهاردة بالتفصيل معنا كشف الحساب وهنعرف طبعا البيانات الخاصة بكشف الحساب والشكل الاساسي او اللي هو كشف الحساب بتاعنا عايزين نهتم بكشف الحساب لانه مستند مهم جدا جدا من مستندات التجارة الداخلية نفتكر ان الترم الاولاني كان عمدنا مستند لا يقل اهمية عن كشف الحساب هو الانفويس او الفاتورة واما جينا نتكلم عن الفاتورة قلنا ان هي اهم مستند من مستندات التجارة الداخلية اللي درسناها في منهج الترمي الاول بالكامل عندنا المنهج بتاع الترمي التاني اهم مستند فيه هنتعامل معاه بشكل واضح وضقيق وهنعرف تفاصيله ادق التفاصيل فيه هو نركز كويس علشان نبدأ الترمي ان شاء الله على خير ونعدي السناج بامر الله بكل سلامة وبنفس الوقت ان احنا ناخد المادة العلمية بتاعتنا كاملة مش عايز تهاون في الموضوع ده لان احنا اتفقنا ان دي حصيلة انا طبعا هجمعها وهحتاج لها بعد كده سواء في السنوات القادمة او في مجال العمل يعني اللي مننا هيشتغل في مكان معين لعلاقة بعمليات تجارية بيع او شراء اللي هيشتغل مننا في بنك هيبقى مطلوب منه يبقى عارف يعني ايه كشف حساب بيتم ارساله ازاي وايه التفاصيل وايه البيانات اللي بتتوفر فيه كشف الحساب نبدأ نبص على statement of account او كشف الحساب نبدأ كده بالdefinition اول حاجة statement of account نبص على الكلمة كده بالكامل مع النطق بتاعها عشان نعرف نكتبها بشكل بسيط statement of account statement يعني كشف او قائمة تمام كده account اللي هو الحساب is an statement of account العنوان بتاعي اهو ده بمعنى كشف الحساب definition of تعريف يعني ايه كشف الحساب نبص على definition in English وبعد كده نشوف التعريف بتاعه بشكل مبسط قال لي it is a detailed statement of transactions between the seller and the buyer تاني ها it is a detailed statement of transactions between the seller and the buyer during a certain period and the balance due طبعا في بعض الكلمات في التعريف مش غريبة عليها طبعا منهم كلمة seller منهم كلمة buyer طبعا السيلر والباير هما اطراف العملية التجارية الاساسية اساس العملية التجارية في ال home trade او ال in land transactions كان السيلر and buyer نبدأ بالتعريف كتوجيح للكلمات اللي ظهرت لي في definition it is a detailed statement detailed يعني تفصيلي يعني حاجة مفصلة مش اجمالية statement يعني قائمة او كشف يبقى هو كشف او بيان تفصيلي of transactions عدت علي الكلمة في الترم الاولاني وانا بتعامل مع ال home trade transactions هي العمليات يبقى هو بيان تفصيلي بايه يا شباب بالعمليات مصبوط between the seller and the buyer العمليات دي تمت بين مين تمت بين seller البائع and the buyer المشتري خلال during a certain period خلال فترة محددة خلال فترة محددة and the balance deal البالانس اللي هو رصيد المستحق نخلي بالنا من التعريف لازم نستنتج بعض المعلومات اي مستند اتعاملنا معايا قبل كده كان مطلوب مننا نبقى عارفين مين اللي بيبعث المستند لمين وده كان بيأثر على شكل المستند بتاعي لما كنت بعمل الجزء العملي بتاعي في الترم الاول هنكمل في نفس المنهج بتاعنا ونفس الطريقة عايزين نعرف مين اللي بيبعث statement of account هو اول شخص تذكر في التعريف هو اللي بيبعث statement of account مين مصبوط السلر اذا السلر البائع هو اللي بيبعث statement of account لمين للباير او للمشتري ها خلال فترة محددة كلنا بنتساءل الفترة دي ممكن تكون قد ايه احنا هنتعامل مع الفترة في المنهج بتاعنا ان هي شهر كامل بيبدأ من اول يوم في الشهر وبينتهي بنهاية الشهر بتاعي يبقى انا لما اجا اتكلم في التمرين بعد لحظات عن statement of account period او certain period الفترة المحددة اللي بيقول لي عليها هتكلم عن فترة سنة ما ننسى آسف هنتكلم عن فترة شهر شهر كامل يبقى انا ببعث statement of account او الكشف بتاع الحساب عن مدة شهر كامل اذا كل شهر بيعدي على الباقع والمشتري فوسط التعاملات التجارية بتاعتهم السيلر بيبعت statement of account كشف حساب للمشتري يبقى كده التعريف بالكامل مهم جدا تعريف statement of account نبص عليه تاني ده كده التعريف بتاع كشف الحساب نحتفظ بتفاصيل التعريف في دماغنا واحنا بنتعامل مع كشف الحساب عشان نربط الجزء النظري والتعريفات بالجزء العملي نبدأ نشوف العمليات المدينة والعمليات الدائنة نخلي بالنا من ملحوظة صغيرة احنا ما تكلمنا من شوية في التعريف عن العمليات او الترانزاكشنز قلنا ان الترانزاكشنز عمليات بتتم بين الباقع وبين المشتري مطلوب مني دلوقتي ان يقسم العمليات اللي بتتم بين السيلر والباير لنوعين دابت ترانزاكشنز عمليات مدينة والنوع الثاني عمليات دائنة يمكن المصطلح المدين والدائن منتشر معايا تماما في المواد بتدرس المحاسبة بأنواعها وبالتالي كتخصص تجاري لازم أقدر أميز ما بين المدين والدائن كأطراف وكعمليات ليه؟ لأن العمليات المدينة بتختلف في طبيعتها وفي تأثيرها على البانك عن العمليات الدائنة يبقى كل عمليات لازم أقدر أفصلها عن العمليات التانية علشان أما أتعامل مع المستند بتاعي أبقى فاهم كويس الفرق بين العمليات المدينة أو debit transactions وبين العمليات الدائنة أو credit transactions ليه؟ لأن تأثير العملية المدينة على حساب المشتري مختلف عن تأثير العملية الدائنة هنعرف إيه هي العمليات المدينة وهي العمليات الدائنة وهنرجع نعرف تأثير العملية المدينة على رصيد المستحقة على المشتري وهنعرف كمان تأثير العملية الدائنة على رصيد المستحقة على المشتري نبدأ نرجع تاني للجزء الخاص بالdebit and credit transactions الجدول اللي قدامي التابل موجود فيه نوعين من الارصدة اللي موجودة على جهة اليسار الشمال دي العمليات المدينة اللي عليها المؤشر بتاع الماوز دلوقتي عمليات مدينة الجانب التاني الجانب الايمن موجود فيه او العمليات الدائنة لازم اقدر اميز بشكل واضح ما بين النوعين من العمليات يا شباب لو مقدرتش اميز بين النوعين من العمليات وعملت خلط للمدينة والدائنة هيبع عندي مشكلة في تجميع وترصيد كشف الحساب بتاعي بشكل سليم نبص على الدابت ترانزاكشنز او العمليات المدينة اول حاجة فيها دابت ترانزاكشنز هي الدابت بالانس تاني دابت يعني ايه يعني مدين يبقى الدابت بالانس هو رصيد المدين انا شايف اختصار كده موجود بين قصين بي اف يعني يا مستر دابت بالانس بي اف دابت بالانس يعني رصيد مدين بي اف يعني بروت فورورد يعني يا مستر بروت فورورد يعني رصيد منقول يعني يا رصيد ما نقول يا مستر يعني رصيد انا نقلته من الشهر اللي فات كان مستحق على المشتري يبقى المشتري عليه مبلغ مستحق من الشهر اللي فات قبل ما ابدأ تعاملي معاه في الشهر الجديد بقول له انت عليك رصيد قد ايه من الفترة اللي فاتت اللي هو الدابت بالانس بروت فورورد تاني عملية من العمليات المدينة هي الانفويس او الانفويسز يعني انفويس اه لا ده ما ينفعش ننسى المصطلح ده على وجه التحديد الانفويسز هي الفواتير اللي تم بيع البضاعة بموجة بالفواتير دي وتمت العملية ما بين السيلر والباير اذا الانفويسز او الفاتورة اللي تمت والباقع الده للمشتري نتيجة عملية بيع بضاعة تمت ما بينهم دي من ضمن العمليات المدينة ديبت نوتس برضو المصطلح مش غريب عليا ديبت نوتس هو الاشعار المدين يعني اشعار مدين نفتكر التيرم الاول ها اخر حاجة اتكلمنا عليها كانت ادجاستمنت نوتس الاشعارات التسوية اللي منهم الديبت نوت او الاشعار المدين اللي الباقع كان بيبعاته للمشتري عشان يعالج بيه مشكلة نتج عنها انه طالب منه مبلغ اقل مما يجب نبدأ ان نبص للعمليات التلاتة تاني ونعرف دول ليه عمليات مدينة احنا مش عايزين نحفظ فقط احنا عايزين نحفظ ونبقى فاهمين طبعا القاعدة بتاعت اللي انا ماشي عليها في تحديد الاطراف المدينة والدائنة للعمليات بتاعتين ديبت بلانس رصيد مدين ده مبلغ مستحق على المشتري الفاتورة دي تم بيع بضاعة من البائع للمشتري اذا الفاتورة مبلغ مستحق على المشتري يبقى ديبت بلانس لو انا ليا عند المشتري مثلا مثلا الفين جنيه وبعتله بضاعة بألف اه تمام اصبح ليا عنده تلات تلاف يبقى العمليات المدينة واضح ان هي بتزود المبلغ المستحق على المشتري اي عملية مدينة بتزود المبلغ المستحق للبائع عند المشتري منهم كمان الديبت نوتس الاشعارات المدينة طبعا الاشعارات المدينة البائع بيقول للمشتري فيها انه لي عنده مبلغ معين عن طريق السهوة او النسيان نسي ان هو يثبته في الفاتورة اللي بعتها له العمليات المدينة التلاتة يا شباب سواء الديبت بلانس البروت فورورد او الانفويسز الفواتير او الديبت نوتس الاشعارات المدينة عمليات بتزود الدين المستحق على المشتري كويس كده سامع حد كده بيتساءل في دماغه كده يعني التساؤل ده دايما بتسئل بشكل كبير عليه يا مستر ليه ما كتبناش ديبت بلانس واسكتنا ليه كتبنا ديبت بلانس بي اف او بروت فورورد هو فيه نوع تاني للديبت بلانس اه فيه نوع تاني للديبت بلانس كارت فورورد اللي هو السي اف هنشوفه حالا في الاببريفييشنز بتاعتنا وهنعرف الفرق ما بينهم بشكل واضح واحنا بنتكلم عن الجزء العمل الخاص بالستيت منت اوف اكاونت يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان انا عندي ثلاث عمليات من العمليات المدينة وعرفنا ان العمليات المدينة ديبت بلانس والإنفايسز والديبت نوتز بتزود الدين المستحق على المشتري النوع التاني او الكريدت ترانزاكشنز العمليات الدائنة بقى واضح اني لاقي حد كده بدأ يفكر معايا بشكل ايجابي ايوة العمليات الدائنة بتنقص الدين المستحق على المشتري هم كام واحدة انا شايف قدامي ثلاث عمليات وشايف حد تاني فكر كويس وقال لي نتيجة يا مستر مش هم الثلاثة دول عمليات مدينة ايوة هي جي الثلاثة لعمليات المدينة في عمليات مدينة غير الثلاث حاجات دول لا يا استاذ ما فيش اذا اي عملية قابلني في التمرين بخلاف الثلاث عمليات اللي قدامنا بتوع العمليات المدينة دول من غير ما نفكر هنحولها للعمليات الدائنة تمام كده يبقى دي قاعدة بسيطة جدا احنا هنحفظ العمليات المدينة واي حاجة تجيلنا غير الثلاث حاجات في العمليات المدينة هنعتبرها عمليات دائنة طب نبص كده زي الايه اول حاجة الكاش الكاش هو ساداد مبلغ نقدا وده بيبقى مقابل ريسيت او ايصال البائع بيكتبوا ويجي للمشتري دليل انه دفع المبلغ ده من المال إن كاش كويس كده طيب يبقى اول حاجة الكاش طب الكاش ده ليه عملية دائنة لان الكاش بالنسبة للمشتري لما دفع مبلغ من المبلغ المستحق عليه دفع جزء منه اذا المبلغ اللي ليه عند المشتري هينقص اه تمام يبقى العمليات المدينة بتزود الدين المستحق على المشتري لكن العمليات الدائنة هو بيدفع جزء من المبلغ المستحق عليه إن كاش وبالتالي المبلغ اللي عليه بيقل تاني حاجة شيكس شيك طبعا هي الشيكات انا لو كتبت الواحد شيك عشان علي مبلغ معين ودي تهوله المبلغ اللي ليه عندي يحصل له ايه؟ مظبوط هيقل اذا الشيكز زي الكاش بالزبط سواء دفعت اين كاش او دفعت باي شيك في الحالتين الدين اللي على المشتري هيقل ودي طبيعة الكريدت ترانزاكشنز او العمليات الدائمة الحاجة التالتة اللي بتعتبر من ضمن الكريدت ترانزاكشنز هي الكريدت نوتس او الاشعارات ها؟ الدائنة الاشعارات الدائنة من ضمن العمليات الدائنة اللي بتتم ما بين السيلر اند باير الكريدت نوتس طبعا هي من ضمن الادجاستمت نوتس اللي درسناهم في الترم الاول كانت عبارة عن بيان او عن مستند بيورسيل السيلر اند باير الباقي كان بيبعثه للمشتري عشان يبلغوا بيه انه حصل في خطأ نتج عنه انه طالب منه مبلغ اكبر مما يجب وده كان طبعا خطأ ظهر في الفطورة وبعدله بيه الادجاستمت نوتس اذا لما نبص للعمليات المدينة تاني هنميزها بحاجة بسيطة جدا يا شباب دي ديبت ودي برضو ديبت ما هو العنوان اساسا بتاعهم ديبت ترانزاكشنز يبقى ديبت ترانزاكشنز اي حاجة فيها كلمة ديبت او الديبت التانية بتاعت النوتس تعتبر من ضمن العمليات المدينة بدون تفكير نحفظ بقى كده الانفويسس مع ان احنا المفروض ان احنا عارفين الانفويسس مش محتاجين ان احنا نحفظها وبالتالي اصبح 3 عمليات مدينة سهلة جدا نخليهم في دماغنا لعمليات المدينة لان دي اساس حساب الكشف بتاعي عشان ارصد وطلع الارصدة الخاصة بالستيتمنت اوف اكاونت بشكل سليم لازم اقدر اميز وافصل ما بين النوعين من الارصدة احنا دلوقات اما تكلمنا في البداية عن الديفينيشن او تعريف الستيتمنت اوف اكاونت تعريفنا ان ايه ترانزاكشنز تمت او كارد اوت بين ها سيلر اند باير فيه طبعا خلال المدة المعينة او ديورينج اسارتن بيريون الترانزاكشنز اسمناهم بعد كده لنوعين ايه هما النوعين دابت ترانزاكشنز عمليات مدينة ودول 3 حاجات اتكلمنا عليهم من لحظات وكده ترانزاكشنز او عمليات دائنة ودول برضو كانوا 3 عمليات واتفقنا اني عشان ابسط الموضوع عليها شوية انا هاعرف العمليات المدينة التلات عمليات واي بيان يجيني منهم في العمليات اللي موجودة في التمرين بخلاف التلات عمليات الخاصة بالارصدة المدينة هاعتبرها ارصدة دائنة بدون معاناة او بدون تعب يبا احنا لازم نتعامل مع التمرين بزكاء شوي كويس كده؟ نبدأ كمان نبص على important abbreviations على الاقتصارات الهامة اللي متعلقة بالstatement of account كالعادة ال abbreviations ما بقتش حاجة غريبة علي لانه من الترم الاول انا عارف ان في اختصارات مهمة بتجيلي وانا بتعامل مع المنهج بتاعي في ال secretarial practice وطبعا لازم اكون عارف ال abbreviations عارف عنها تلات حاجات ايه هما؟ ايوا عايزين نعرف ال abbreviation نفسه عايزين نعرف ال English meaning معنى بتاعها باللغة الانجليزية وعايزين نعرف كمان Arabic meaning او المعنى بتاعها باللغة العربي نبص على ال abbreviation الاول ال abbreviation الاول ثلاث حروف بيختصروا ثلاث كلمات in English طبعا اول حاجة s o e يعني يا مستر s o e s اختصار لكلمة statement l o اختصار لكلمة of l a اختصار لكلمة account اه تمام يبقى ال s o e عبارة عن ايه statement of account وده عنوان الدرس بتاعي النهاردة طبعا ال Arabic meaning بتاعه ان ده كشف الحساب يبقى ال abbreviation الاول لما يقول لنا عايز ال s o e لما يجي كده required او make out s o e هو بيختصرها لي على اساس ان انا لازم اكون عارف ان ال abbreviation ده خاص به statement of account مظبوط وده كشف الحساب الاختصار التاني اللي جالي جنب كلمة balance وقلنا ان انا عن جنوعين من ال balance balance bf يعني e bf اختصار لكلمتين prot forward ال b اختصار لكلمة prot ال f اختصار لكلمة forward وده قلناه رصيد منقول وقلنا ان ده منقول من ارصدة وبيانات الشهر الماضي النوع التاني من balance او الارصدة cf ده برضو balance يعني احنا ممكن نلاقي balance bf وهنلاقي بعد شوية balance cf طب ال bf عرفناه prot forward ايه هو بقى cf اختصار لكلمتين carrot forward c اختصار لكلمة carrot ال f اختصار لكلمة forward يعني رصيد مرحل ايوه ده رصيد اللي بيظهرلي في اخر الشهر بعد ما بقفل ال statement of account بتاعي وببدأ ان انا انقله للشهر القادم اذا الرصيدين دول مرتبطين ببعض مرتبطين ببعض ازاي الرصيد المرحل ده منقول للشهر اللي جاي يبقى الرصيد المرحل بتاع شهر معين هيبقى هو نفسه الرصيد المنقول للشهر التالي لي طبعا ال b a l صار لكلمة واحدة كلمة balance balance هو رصيد اللي منه نوعين balance ده منه نوعين يا شباب balance prot forward رصيد مرحل ورصيد منقول ايه هو رصيد المرحل balance carrot forward ده رصيد مرحل balance prot forward ده رصيد منقول يبقى انا عندي كام نوع من الارصدة نخلي بالنا ونركز في نوعين من الارصدة انا عندي كام نوع من الارصدة تاني ارجع البعلومات بتاعتي بسرعة عشان ما انساش عندك كام نوع من الارصدة يا استاذ عندي ها رصيد مرحل للشهر القادم وعندي رصيد منقول من الشهر الماضي ببساطة جدا دايما بقول مثال بسيط خالص للطالب عشان يبقى فاهم هو ليه رصيد المرحل هو نفسه رصيد المنقول انا النهاردة نزلت الشغل بتاعي وكسبت من شغلي ده ميت جنيه روحت اخر اليوم في جيبي ميت جنيه طبعا طول الليل انا ما صرفتش حاجة ولا كسبت اي حاجة تانية اليوم اللي بعدها على طول اولا ما اصبح الصبح معايا كام هي الميت جنيه اللي انا ها نهيت بيها او ختمت بيها اليوم اللي قابله يبقى رصيد المرحل او رصيد اليوم اللي فات هو نفسه اول رصيد هبتيجي بيه اليوم الجديد نفس الكلام بالنسبة للشهور اللي انا بتعامل بيها في تعاملاتي بالارصدة الشهر اللي خلص او الشهر اللي انتهى معايا ده انتهى برصيد معين الرصيد المعين اللي انتهى بيه الشهر الماضي هرحلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هو نفسه رصيد المنقول أنهي رصيد المرحل بتاع الشهر الماضي هو نفسه رصيد المنقول بتاع الشهر الجديد اللي أنا هبتديه في يوم واحد وأنا بعمل نخلي بالنا من الكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا أن أنا أبقى فاهم على الأقل يعني إيه رصيد مرحل ويعني إيه رصيد منقول لو نسينا رصيد المرحل والمنقول نتذكر الميت جنيه اللي كانت معايا بالليل وأنا مروح من شغلي كان معايا مية ده رصيد مرحل اليوم الجديد اللي انا هبتدي بيه معايش غير الميت جنيه لاني لسه ما اشتغلتش ما كسبتش حاجة وما صارفتش حاجة وبالتالي الميت جنيه اللي انا نهيد بيها اليوم الماضي هي نفس الميت جنيه اللي انا هبدأ بيها اليوم الجديد وده اللينك او الارتباط ما بين الرصيد المرحل ورصيد المنقول مصبوط يبقى ما ننساش ان انا عندي نوعين من الارصدة رصيد مرحل اللي هو balance والتاني رصيد منقول اللي هو مظبوط كده? طيب يريد نخلي بالنا من ملحوظة مهمة بعد ما عرفنا النوعين من الارصدة. ايه هي الملحوظة يا شباب? الملحوظة ان الرصيد اللي بيجيلي في التمرين عشان نبدأ بي التعاملات بتاعتي في بيبقى مظبوط. طبا مستر الكارت فورورد ده انا هجيبه منين? لا ده انا اللي هحسبه. ده اللي مطلوب مني ان انا احسبه بعد ما انهي العمليات الخاصة بالستيتمنت اوف اكاونت. انا اللي بطلع البلانس طبعا الكارت فورورد. يبقى رصيد المنقول ده بيجيلي في ارصدة التمرين من ضمن العمليات المدينة اللي اتكلمنا عليها من شوية. لكن رصيد المرحل اللي انا بطلعه في نهاية الشهر ده اللي بيبقى مطلوب مني ان انا احسبه بنفسي بعد ما اتعامل مع الستيتمنت اوف اكاونت. نرجع نبص على الموضل اوف اكاونت. ايوة انا عارف ان انت هتقول لي ان الفونت صغير جدا ومش شايفين يا مستر. لكن ده طبعا الموضل اوف اكاونت على بعضه. علشان نشوف التفاصيل بتاعته. عشان اللي نظره ضعيف زي حالتي كده يبقى مش شايف المستند وهو كامل كده. هنبدأ نقسم المستند مصين. حالا هنقسم النص اللي فوق اللي فيه البيانات لوحده. هنشوف الجزء التاني اللي فيه آآ الجزء العملي لوحده. نبدأ نبص على الجزء الاول. اجي الجزء الاول. عملنا له زوم كده كبضناه. علشان اللي اول لما شاف دماغه صدعت وقالي لأ مستد انا مش شايف. طيب اتفضل يا استاذ كده هتبقى شايف كويس ان شاء الله. الموضل اوف استيتمنت اوف اكاونت. نبص كده للبيانات كالعادة انا ببتيجي ببيانات الشخص اللي بيرسل او اللي بيبعت. هو مين? ايوة ايوة. اللي امتبعني من اول الحلقة هيقول لي ايوة مستر السيلر. السيلر هو اللي بيبعت الستيتمنت اوف اكاونت. او هو اللي بيبعت كشف الحساب. هبدأ بالسيلر زنيم. اسم البائع. بس كده لا. اللي بيبعت كشف الحساب او اللي بيبعت المستند بواجهة عام بيحط بياناته كاملة. سيلر زنيم. الاسم. ادرس تاون. العنوان كمان والمحافظة بتاعته. بياناته الاساسية. تاليفون نمبر. فاكس نمبر. ايميل. والديت. ازن السيلر هنحط بياناته كاملة في بداية الستيتمنت اوف اكاونت. اسم. عنوان. تليفون. فاكس. ايميل والديت. طب يا مستر فيه بيانات ما بتجيش. مطلوب من حضرتك تحطيلي البيانات اللي موجودة في التمرين. جيت تليفون فقط حطه. جيت تليفون وفاكس حط الاتنين. جيت الايميل معاهم. حط التالت. مش مطلوب منك تزود بيانات من عندك. الحاجة اللي موجودة في التمرين فقط هي اللي حطها في الديتيلز طبعا او البيانات الخاصة بالستيتمنت اوف اكاونت. بعد كده بنلاقي الاس او ايه نمبر. ايه الاس او ايه ده? لا ما تنساش الابريفيشنز اللي اللي لسا قيلينها من لحظات. استيتمنت اوف اكاونت. كشف الحساب. ايوة يا استاذ. ده رقم كشف الحساب. وده مطلوب مني ان اطلع بياناته من التمرين. طيب. الديت قبل ما نسيب الديت. في مننا ما بيبقاش عارف الديت بيبقى موجود فين. ومنكم اللي بيسألني يا مستر لو ما لقيتش الديت. هبدأ ان انا احط تاريخ اليوم اه اللي انا بعمل فيه المستند. يعني لو انا بمتحن اكتب يوم الامتحان. لا طبعا من الكلام ده. مش موجود عندي في المستندات التجارية. الديت لازم يكون موجود من ضمن ارصدة التمرين. فيش حاجة اسمها الديت مش موجود. طب لو الديت مش موجود ينفع فعلا في السؤال بتاع الستيتمنت او اكاونت. كاستثناء ان الديت ما يبقاش موجود. طبش معنى يا مستر الستيتمنت او اكاونت. يعني الانفويس مسلا. لا ما ينفعش الفاتور يبقى مش موجود. ما ينفعش الفاتورة يبقى التاريخ فيها مش موجود. الاشعارات والذسائل ما ينفعش التاريخ فيها يبقى مش موجود. هلاقي التاريخ اكيد. طبش معنا يا مستر الستيتمنت او كشف الحساب. كاست سناء ممكن التاريخ فيه بقى مش موجود. وهقول لك كمان يا استاذ بيجي منين. تعال بس نكمل وبعد كده نرجع للجزئية جينا تذكرها. بعد ما بخلص او البيانات الخاصة بخش على والباير هو المشتري. اول حاجة احطها ايه? بايرز ميم. اسمه ادرس اند تاون. طبعا الاسم والعنوان. اه. فين البيانات التانية? لا 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 لا. عايزين نتذكر تاني. المرسل اليه اسمه وعنوان فقط. الراسل اسمه وعنوان وبيانات كاملة. بعد كده بلاقي التارمس. ايه هي التارمس? التارمس هي شروط الدفع الخاصة. لما كلمنا التارم الاول عن الديسكاونت او الخصم. عرفنا اني عندي نوعين من الخصم. كانت ديسكاونت اند كاش ديسكاونت. خصم التجاري اللي كان بيتحسب في نفس الوقت وكان بيزهر لي في الفاتورة. الكاش ديسكاونت اللي كنت بأجل حسابه لو اه الشخص دفع في المعادل محدد. طبعا بتجيله مدة معينة للسداد. ولو دفع خلال المدة بابدأ اديره الخصم. لو دفع بعد المدة طبعا كده هيخسر الخصم. وده الخصم او التارمس اللي هتجيلي في التمرين وهننقلها بالكامل. هستفيد منها بحاجة? هستفيد منها في السؤال الجاي او في الدرس القادم اللي هو بيتكلم عن مينز اوف بايمنت او مينز اوف ساتلمنت. بعد كده في جملة كده جملة طبعا بتميز كاش في الحساب او خلال المدة. طبعا هنا من اول يوم في الشهر بتاعي لاخر يوم في الشهر بتاعي. سواء الشهر كان بينتهي يوم واحد وتلاتين او بينتهي يوم تلاتين او ازاي شهر فبراير كده ممكن يبقى تمانية وعشرين او تسعة وعشرين يوم. بشوف اخر يوم في الشهر هنا. يبقى هنا سابت يوم واحد. وهنا سابت اخر يوم في الشهر. واحد وتلاتين تلاتين تمانية وعشرين او تسعة وعشرين ازا كان شهر فبراير. حد استنتج لو التاريخ مش موجود يا شباب هجيبه منين? حد استنتج? ها? اه. مصر انت قلتلي ان كشف الحساب ده? البائع بيبعطه للمشتري كل اول شهر. يعني انا هاجي يوم واحد في الشهر كده وهبعت كشف الحساب للمشتري. امتى? اول يوم في الشهر يوم واحد. بس خلي بالك يا استاذ. ده يوم واحد في الشهر الجديد. يعني لو جالي في التمرين البيانات اللي تمت خلال شهر جنيواري اللي هو شهر يناير. هبعت كشف الحساب فاول يوم في شهر فبراوري. ايوا. طب لو اتبعت مثلا في شهر ديسمبر. يبقى هاتبعت هنا في اول شهر يناير. طب لو اتبعت في شهر مسلا مارش او مارس. يبقى انا هبعته هنا اول ابريل. ايوا 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 تمام. خلاص. يبقى احنا هنشوف العمليات اللي في التمرين تواريخها في شهر ايه? وابدأ ابعت البانك ستيتمنت او الستيتمنت اوف اكاونت في اول يوم في الشهر الجديد. ملحوظة صغيرة. للي بيركز كويس. واللي بيبقى عايز يبقى متميز في تفكيره وفي تعامله مع المستندات التجارية. النصة الثانية اللي اا اتعملت بيه مع الستيتمنت اوف اكاونت هو الجزء اللي بيحسب الارصدة المستحقة على البائع وعلى المشتري. طبعا البائع بيحسبها وبيجيها بيبعتها كااااا مستند مكتوب للمشتري. اول خانة فيها ايه هو الديت? ايه هو الديت? الديت هو التاريخ. يبقى اول الحاجة بلاقي التاريخ بعد كده بلاقي البنود او العمليات او التفاصيل اللي انا هبدأ ان انا احطها في عندي خانة للديبت وعندي خانة للكردت وعندي خانة للبالنس محدش يسألني ايه هو الديبت والكردت والبالنس لو رجعنا المعلومات اللي ابتدينا بها الحلقة هنعرف ان الديبت هو ايوا العمليات المدينة الكردت هي العمليات الدائنة والبالنس هو الرصيد اللي انا اه طبعا بحسبه بعد العمليات بتاعتي سواء العمليات المدينة او العمليات الدائنة ابدأ بايه يا شباب ابدأ بايه يا شباب دجالة والانسات بتوعنا يركزوا معانا كويس علشان الكلام ده مهم جدا ديبت بلانس لازم ابدأ بالديبت بلانس ايوة يا استاذ لازم تبدأ بالديبت بلانس البروت فورورد وده بيكون موجود في التمرين من ضمن ارصدة العمليات المدينة ابدأ بايه بالديبت بلانس ايوة اعمل ايه بعد كده احط العمليات اللي موجودة بعد كده سواء الديبت ترانزاكشنز العمليات المدينة اللي كانوا في الجدوة البتاعي في الخانة اللي على اليسار ودي طبعا بص للاشارة عشان هنستخدمها حالا بشكل كبير وهام ها ادي بترانزاكشنز بيتعمل فيها ايه بتزيد ليه بتزيدها مستر لا تفتكر بقى لاني قلت لك من شوية ها قلنا ان العمليات المدينة بتزود رصيد المستحقة على المشتري يبقى لو المشتري تمت من خلاله عملية مدينة رصيدة اللي لي عنده رصيد المستحقة عليه هيزيد زي الاشارة دي كده طيب بالنسبة للكرادت ترانزاكشنز العمليات الدائنة لها العمليات الدائنة بتخفض المبلغ المستحقة على المشتري يبقى انا عندي نوعين من الترانزاكشنز ولازم اعرف الافكت او التأسير بتاع كل واحد منهم العمليات المدينة اي عملية من الثلاث عمليات اللي قابلتني بتزيد ادي واحدة منهم طبعا الانفايسز والدابت نوت اي واحدة منهم تقابلني في التامريه نعمل فيها ايه يا شباب باجمع بسيط بتاعه بازوده على الدابت بالنس طب الكرادت بالنسز العمليات الدائنة العمليات الدائنة المشتري بيسد مبلغ من المستحقة عليه وبالتالي الدين اللي عنده بيقل وبينقص بعد ما بخلص البيانات الدابت ترانزاكشنز والكرادت ترانزاكشنز بعمل بعد كده الرصيد بعمل عملية الترصيد بطلع الرصيد بتاعي او الدابت بالنس اللي هو كارت فورورد ايوا اجي الرصيد بتاعي طبعا الرصيد المنقول البروت فورورد ده بيبقى معطى بالتمرين لكن الدابت بالنس او الكارت فورورد رصيد المرحل للشهر القادم ده انا اللي بحسبه بنفسي الجملة النهائية اللي بقفل بيها رصيدك المدين في يوم ونكتب هنا اخر يوم في الشهر وقل له المبلغ المستحق عليه اللي اطلع لي في اخر خانة من بعد كده هلاقي يعني ايه يعني توقيع البائع لتوقيع البائع هلاقي مين اللي هنا في اول المستند السيلر هلاقي السيلر في اول المستند يبقى بالتالي اللي هيوقع في نهاية المستند ما ننساش الكلمة المهمة ايضا مستر ما عدا السهو والخطأ ليه مستر بكتب مع هذا السهو والخطأ بتديني الحق ان اي خطأ او سهو او نسيان تم في خلال حسابي للارصدة الخاصة بالكشف الحساب اني ابعت اشعارات تسوية اصحح بيها الخطأ سواء ديبت نوت او كريدت نوت كلمنا عن اهمية كلمة يبقى احنا درسنا وبصينا على المودل ده النص الاول من وده النص التاني منه وده على بعضه من غير ما يتقسم ده الشكل اللي شفناه الاول لكن ما اقدرش اعمل النص ده بدون النص التاني ما اقدرش افصلهم هو مستند واحد طبعا انا عملتلكوا عليه زوم ان للنص الاول لوحده والنص التاني لوحده علشان اعرف اللي اوت او الشكل الطبيعي الاساسي بتاع الستيتمنت اف اكاونت يبقى ما احنا ما نيجي نعمل الستيتمنت اف اكاونت يا شباب هنعمله بالمنظر ده مش هنعمله نص ونص بالمنظر ده لا طبعا طبعا ده علشان نبقى شايفين الداتا والبيانات اللي قدامي تبقى واضحة نبص على الاكزامبل نومبر وان اكزامبل نومبر وان بيقول لي لديك المعلومات او البيانات الاتية اول حاجة الدهاني هو السيلر مين هو السيلر محمد الجيب ده اسمه تو تهرير ستريت سوز ده الاسم وده العنوان وجي التاون او المحافظة بتاعته مجيني بياناته تاليفون نمبر اند فاكس نمبر رقم التليفون ورقم الفاكس نكمل مجيني بعد كده الباير مين هو الباير الباير اللي هو مصطفى كامل اسم شخص تن هلوان ستريت كايرو نفس الكلام اسم وعنوان والتاون او المحافظة بتاعته مجيني بردو تاليفون نمبر رقم التليفون فاكس نمبر رقم الفاكس مجيني بعد كده بيقول لي نبص كده على العمليات اللي تمت ادي العمليات بتاعتنا بالكامل طبعا الداني عمليات تمت بتواريخ محددة ما بين البايع وما بين المشتري عمليات بتواريخ كل عملية مكتوب جنبيها التاريخ بتاعها ومكتوب جنبيها الاماونت او المبلغ الخاص بيها نتصفحهم كده بسرعة يا شباب بعد كده مجيني كل واحد من البيانات اللي قدامي خاص برقم معين موجود وصاده تماما التارمز او الشروط اللي مدهاني شروط جانا اعمل فيها ايه شروط جي في او في كشف الحساب انا مش هستفيد منها بحاجة لكن هتفدني لو بتعامل مع مستانة تاني ملحق بال عايز مني ايه بقى المطلوب طبعا كلمة طلب مني لما نبص في العمليات الخاصة اللي موجودة في التمرين يا شباب هنلاقيهم عمليات منهم عمليات مدينة ومنهم عمليات دائنة دور حضرتك ايه تبقى قادر تميز ما بين العملية المدينة والعملية الدائنة اميز بينهم ازاي يا مستر عن طريق الجدول اللينا عرضتوا في اول الحلقة وكان موجود فيه بالتفصيل ايه هي العمليات المدينة او وما هي العمليات الدائنة او المطلوب مني نبدأ نبص على هنحط في الاول بيانات يا طرى بيانات مين يا شباب السيلر ولا الباير مين سيلر ولا الباير ايوة في الاول بيانات السيلر نتذكر بيانات السيلر كده يا شباب بيانات السيلر مين محمد الديب انوانه تو تحرير ستريت ساوز والداني تالفه النمبر والداني كمان فاكس نمبر كويس جدا قبل ما نيجي نكمل البيانات نحط نبص على الباير ونحط كده بياناته في دماغنا عشان ما نقعدش نرجع كل شوية للتمرين وتركيزنا طبعا بيتشتت في الجزء ده تعالوا بعد كده نشوف البيانات الخاصة بي محمد الديب اسمه تو تحرير ستريت ساوز عنوانه تاليفون وفاكس رقم تليفون ورقم فاكس ودي كاملة بيانات جاية لي في التمرين الديت مارش فرست توينتي اند توينتي وان طبعا التاريخ موجود في المطلوب يا شباب التاريخ موجود اهو قدام عين يا اهو طب استرنا يا مستر لو التاريخ ده مش موجود يا شباب نقدر نجيبه يعني هو لو قال لي ما جاب ليش الديت اقدر اجيب الديت ولا ما اقدرش طبعا اقدر اجيب الديت اجيبه منين يا مستر بص يا استاذ للعمليات تمت في ايه في فبراوري شهر ايه شهر اتنين ايوه يبقى انا بعدت الستيتمينت اول يوم في شهر تلاتة ها اه يبقى انا بعدت الستيتمينت او اكاونت يوم واحد في الشهر الجديد ها يوم واحد في الشهر الجديد اللي هو شهر تلاتة ستيتمينت اوف اكاونت وان هندرد اند واندن طبعا ستيتمينت اوف اكاونت نمبر ده رقم كشف الحساب كم رقم كشف الحساب رقم 101 الدور على مين الدور على بيانات المشتري اللي هو مين المشتري يا مستر مصطفى كامل ده اسمه تين هلوان ستريت كايرو ده الاسم والعنوان بدون بيانات ما ننساش هننقل التارمس او الشروط اللي جاية في التمرين يوم طبعا خمسة في المية 5% 10 days ده معناه ايه طيب من باب كده العلم بالشيء اللي غاية تم نتعرض ليه بشكل دقيق طبعا انا هعمل لك خمسة في المية خصم لو دفعت خلال عشر تيام من تاريخ ارسال الستيتمنت اوف اكاونت ابعت لك كشف الحساب يوم واحد عدة عشر تيام من يوم واحد دفعت خلال العشر تيام هخصم لك خمسة في المية من رسيد المستحقة على الستيتمنت اوف اكاونت ده كده بالنسبة للخصم طبعا الكلمة السابتة اللي جاتلي في التمرين خلال المدة او خلال الفترة نكتب ايه حد يفكرني يوم واحد في الشهر اللي جايلي في التمرين يوم واحد اتنين واخر يوم في الشهر حد ما فكرش كويس وقال لي يا مستر طب اخر يوم سبعة وشرين يا استاذ انا مش عايز اخر يوم جاي في التمرين انا عايز اخر يوم في شهر اتنين شهر اتنين ده اللي هو شهر فبراير اخر يوم فيه يوم كام يوم 28 اتنين يبقى نحط هنا 28 بغض النظر عن اخر تاريخ هنا عشان في حد بيخطئ وياخد اخر تاريخ في التمرين انا مش عايز اخر تاريخ في التمرين انا عايز اخر تاريخ في الحقيقة حقيقة الشهر شهر فبراير طبعا قلنا 28 يوم او 29 يوم على حسب السنة طبعا السنة اللي احنا فيها سنة 2021 شهر اتنين جايلي فيها مكون من 28 يوم يبقى جيل بيانات الاساسية الخاصة بالستيتمنت اسم الباقع بياناته التاريخ رقم كشف الحساب اسم المشتري وطبعا عنوانه وبعد كده عندي التارمس وعندي الشروط فور ذا بيريود والداني المدة هنبدأ بعد كده ننقل التواريخ اللي جايلي في التمرين بالكامل هننقل التواريخ اللي جايه في التمرين بالكامل وبالترتيب نرجع كده يوم واحد اتنين خمسة اتنين عشرة اتنين خمستاشر اتنين عشرين خمسة وعشرين وسبعة وعشرين دول هيتنقلوا يا شباب في الخانة الاولى اللي فيها الديت دي اول خانة خانة التانية اللي مكتوب فيها ايتمز دول هننقل فيها البيانات اللي جايه لي جنب كل تاريخ سواء الديبت بالانس الانفويس والديبت نوت الكاش الانفويس والشيك والكريدت نوت دي العمليات اللي تمت الخانتين اللي جايين في خانة اسمها ديبت وخانة اسمها كريدت وخانة اسمها بالانس طبعا هنركن البالانس لحظتين لغاية ما نبص على الديبت والكريدت الديبت والكريدت دول العمليات المجينة اللي هتبقى موجودة هنا في الخانة دي وجي العمليات الدائنة اللي هتبقى موجودة هنا في الخانة التانية يبقى انا دلوقتي من خلال الجدول اللي عرضناه في اول الحلقة اميز بين العمليات المجينة والدائنة العمليات المجينة بالكامل هتنزل في اول خانة سواء الديبت بالانس او الانفويس او الديبت نوت او الانفويس التاني تمام الخانة الدائنة هنحط فيها العمليات التانية الخاصة بالعمليات الدائنة سواء الكاش او الشيك او الكريدت نوت يبقى دلوقتي مطلوب مني ايه افصل العمليات المدينة عن الدائنة وابقى حافظ فين العملية المدينة وفين العملية الدائنة عشان مافصلش بين الخانتين هيبقى فيه اختلاط وهيبقى فيه لغبطة كبيرة جدا فيه الارقام بتاعتي احنا كده النهاردة اتعلمنا ان احنا نقدر نميز بين العمليات المدينة وبين العمليات الدائنة كلمنا عن الستيتمنتف او اكاونت بشكل مهم وعرفنا ان انا عندي نوعين من العمليات بتقابلني في التمرين وكريدت ترانزاكشنز ولازم افصل بينهم زي ما شفنا في الستيتمنتف او اكاونت وبالتالي لو مقدرش افصل بينهم هيبقى فيه اخطاء هتعرض لها وانا بعمل الستيتمنتف اكاونت او كشف الحساب لازم ارجع للجدول اللي عرضناه في أول الحلقة وبالتالي أقدر أميز ما بين العمليات المجينة والدائنة نتذكرهم بسرعة العمليات المجينة كانوا إيه؟ Debit balance وده جايلي في التمرين Debit note وده برضو جايلي في التمرين والinvoices اللي هي الفاتورة وأي حاجة غير العمليات المجينة اللي تكلمنا عليها دلوقتي بتعتبر عمليات دائنة طبعا عشان أقدر أحط البيانات سليمة في الstatement of account هبدأ أننا أفصل العمليات المجينة والدائنة وأركز فيهم كويس طبعا بعد ما بحط العمليات المجينة والدائنة كل واحدة في الخانة المخصصة لها ببدأ أحسب رصيد بتاعي لكن طبعا وقت الحلقة النهاردة مش يبقى فيه متسع أن نحن نجيب الرصيد ونرصد العمليات بتاعتنا وده طبعا اللي احنا إن شاء الله هنتناوله في الحلقة القادمة لكن من هنا لغاية الحلقة القادمة لازم أقدر أفصل عمليات المجينة عن العمليات الدائنة علشان يبقى الموضوع بالنسبة لي بسيط إن شاء الله هيبقى كشف الحساب سهل جدا بالنسبة لنا وطبعا لازم نقدر نرصد العمليات بشكل مهم ونفتكر إن العمليات المجينة أصرها إيه على رصيد أتذكر كده إيه أصر العمليات المجينة على رصيد يا شباب بتزود رصيد طب بالنسبة للعمليات الدائنة إيه أصرها على رصيد ها؟ بتخفض رصيد بتاعي يبقى العمليات المجينة بتعمل إيه؟ بتزود رصيدي والعمليات الدائنة بتخفض رصيد هنستكمل بأمر اللي هي كشف الحساب في الحلقة القادمة إلى اللقاء نشوفكم في الحلقة اللي جاء إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر